احتجوا شرطة تجار ببلدية ميلة ورفضوا فتح محلتهم التجارية وتقديم الخدمات امتعاضا من الرقابة المشددة عليهم حسبهم من قبل اعوان التجارة حيث وقفوا امام مقر البلدية مطالبين رئيسها بالتدخل لدى والي الولاية لتسهيل نشاطهم ووضع الحالات المتردية للمسارات التجارية بعين الاعتبار التغطية لسوفيان بوعون هناك قرار ولائية تحت رقم 249 في الصدر في 18-1-2018 الذي يمنع عرض سلع الارصفة العمومية بالنسبة للأعوال الاقتصاديين احنا قمنا بإلغاء جميع التراخيص اللي كانت قبل صدور القرار هذا ومنذ صدور القرار هذا ما قمنا بحتى ترخيص بالنسبة للسابق احنا قدمنا هذه الترخيص في اطار تثمين ممتلكات البلدية من اجل مداخل جديدة للبلدية